أسئلة عدة حول كارفة انفجار بيروت لا تزال تحتاج إلى إجابة في القصة الغامضة يتساءل كثيرون حول كيفية انتهاء المطاف بشحنة من نتارات الأمونيوم شديدة الانفجار في مرفأ بيروت قبل نحو سبعة أعوام في لبنان أفار رئيس حزب التوحيد العربي ويام وهاب تساؤلات حول هذا الأمر لم تخل من اتهامات ففي سلسلة تغريدات له قال وهاب انه يبدو من المعطيات ان المواد المتفجرة حملت في تركيا وهو ما يقود بحسب رأيه الى استنتاج مفاده ان قطر هي من كان يدفع يومها لنقل المتفجرات الى سوريا وبناء على هذا الرأي دعا الرجل الدولة اللبنانية الى تقديم شكوى بحق تركيا وإلزامها بالتعويض عن كل الأضرار التي وقعت وخلص الى نتيجة مفادها ان شحنة نتارات الأمونيوم كانت فاهبة الى سوريا عبر لبنان واعتبر وهاب ان من اراد الحقيقة فليفتش عند الاترك اتهامات السياسي اللبناني تفير تساؤلات حول الرواية الرسمية المعروفة حتى اللحظة عن خط سير الشحنة المشؤومة فوفقا للسجلات جرى تحميل السفينة روسوس بشحنة نتارات الأمونيوم في جورجيا في سبتمبر عام 2013 وكان من المستهدف تسليمها الى شركة لصناعة المتفجرات في موزنبيق غير ان قبطان السفينة واثنين من افراد الطاقم قال بحسب وكالة رويترز ان تعليمات صدرت اليهم قبل ان تغادر السفينة البحر المتوسط من رجل اعمال روسي كانوا يعتبرونه المالكة الفعلية للسفينة بالتوقف على غير ما كان مقررا في بيروت وتحميل شحنة اضافية وفي نوفمبر وصلت السفينة روسوس الى بيروت لكنها لم تغادر قط حيث علقت في نزاعا قانوني وتم تفريغ الشحنة لاحقا ووضعها في مستودع على رصيف الميناء لتبقى هناك اكثر من ست سنوات انتهت بالكارفة اشتركوا في القناة